موسيقى لا شك أن الوراقة اشتهرت في حصور ازدهار الحضارة العربية في العصر الأموي بشكل خاص في العصر العباسي أخذت مهداها وأبعادها ولسيما بعد المعرفة صناعة الورق بشكله المعروف فبالتالي هذه الوراقة ازدهرت تطورات وكانت حاضرة للفكر لأن الورق هو يحظن الفكر يحمل الفكر فهو رسول حقيقة الورق والكتاب رسول للثقافة استطاع هذه من خلال تدوين والنسخ وعملية النسخ على الورق أن ينقل لنا بآثر العظماء في الأدب والشعر والثقافي والفلسفة وسوها من إبداعات رجالات تلك المرحلة التاريخية وباقي المراحل اللاحقة نحن باتحاد النشرين دائما نعتبر حالنا أساس في البناء الثقافي في سوريا وصناعة النشر في سوريا هي أساس ومكون رئيسي للثقافة السورية وصناع المعرفة والعلم والنشر هم الناشرون السوريون الذين قاموا بفعل الجانب الإيجابي وحمل الرسالة رسالة الكتاب رسالة الثقافة السورية الهادفة رسالة الثقافة والحضارة السورية إلى جميع بلاد العالم العربي أو حتى العالم من خلال هذا الواقع اللي حملوا الناشر السوري اللي دائما أنا بعتز بهذا الناشر اللي بسميه ناشر سوري بطل نحن بدنا نحكي عن عدة محاور الوراقة صناعة الوراق ازدهار الوراق كيف ازدهر بالعصر العباسي والأندلوسي بدنا نحكي عن الوراقة من ناحية التزهيب التجليد النساخة بدنا نحكي عن أشهر الوراقين فأنا رح أحكي عن ياقوت الحموي عن ابن النديم عن أبو حيان التوحيدي نبزة بسيطة رح أحكي كمان عن الجاحز وقديش كان له أهمية بعصره وعصرنا الحالي سأتحدث عن أسواق الوراقين وازدهار الوراقة في العصر العباسي طبعا الوراقة هي حرفة وصنعة أجدادنا القدماء هل يستطيع منا أحد أن ينسخ مئة نسخة إذا طلب إليه في هذا الوقت طبعا لا ولكن أجدادنا هكذا كانوا يفعلون وربما يتقاسمون الكتاب فيما بينهم لينسخه والآن يستطيع الطابع بكبسة زرري كونترول بي للطباعة فينسخ ألف نسخة ويزيد فنحن بين الحاضر والماضي الوراقة سنتحدث عنها وهذه الصنعة كيف ارتقت ونظرة المجتمع لي الوراقين وأسواق الوراقين